اشتركوا في القناة تسعين في المية او مية في المية نركز على الفهم كمستوى اول بلاش نحفظ كم مجموعة من القوانين لان القوانين دي بتصعب دينا شوية لان عندنا المادة طويلة فيها مجموعات دروس متعددة عندنا اطوال وعندنا عروض وعندنا اوزان بشكل مختلفة كتأليم صمتي وتأليم ابواب وتأليم فتل ثم عندنا سرعات وعندنا تكاليف فلو كل درس خط منه تلت اربع قوانين فبالتالي هتبقى العملية صعبة شوية علينا مطلوب ان احنا بس نتكلم عن مضروب رقم ايه في ايه يدينا ايه بمعنى لو انا ضربت فتل الصمتي مثلا في العرض الصداء يديني عدد فتل الصداء مهم جدا ان انا قبل ما احفظ قانون او قبل ما ارتب قانون او قبل ما اقول قانون ان انا لازم اكون فاهم وصيغ بالشكل اللي يعجبك مش مطلوب في مادة تخطيط ان انا احفظ قوانين اكتر ما ان انا مطلوب مني ازاي ارتب وسلسل خطواتي بشكل منظم وسليم عشان نعرف نحل المسألة بشكل اه جيد وباذن الله ناخد درجات النية مادة تخطيط من المواد المهمة جدا زيها زي باقي المواد لا تقلي طبعا اهمية ولا تزيد اهمية لكن في النهاية مجمل مواد التخصص هي في النهاية بتديني مجموع كله بتديني مجموع اجمالي هذا المجموع الاجمالي المواد السبع مواد التخصص سواء كانت المرابط الجودة او التخطيط او المعدات او المنسوجات او الرسم الفني او القصص او الفحص والتحليل كل هذه المواد السبعة كلهم في النهاية بيديني مجموع المجموع ده بيقول ان انا طالب فعلا ماهر طالب فعلا متميز طالب امتاز بان انا عندي المهارة والقدرة ان انا التحك بالجامعات سنة من السنوات المهمة اللي بتحدد مصير كتير من أبنانا الطالب والطالبات ولذلك احنا بنقول في أول حلقاتنا النهاردة أول حلقات مادة تخطيب حاول عزائي الطالب والطالبة حاولوا تفهموا المادة ما نحاولش نحفظ كم من القوانين لأن معظم الناس ممكن يكون عندهم قوانين موجودة ولكن مش عارفين يطبقوا القانون مش عارفين القانون يطبقوا فين والمسائل هنتناول مع بعض دلوقتي إن شاء الله في حلقة اليوم مجموعة المسائل فيها أفقار جدي كتيرة ومتعددة ومختلفة وفيها بعض التحولات فمحتاج إن أنا أعرى المسال كويس ولما أعرى المسال كويس بشكل جيد وأعرف المعطيات اللي هو مدهين إيه وأعرف المطلوب هو إيه فبالتالي إن شاء الله أحل وياخد درجة عالية والتخطيط زي ما احنا متفقين إنه هو من أعلى المواد في الدرجات زيه زي المعدات من 60 درجة والرسم الفن عندنا من 100 فمدة قوية جدا وسهل جدا 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 الحصول على الدرجة النهائية إن شاء الله فيها هنتناول مع بعض إن شاء الله بعض حلقات لمده التخطيط بشكل المتابع بإذن الله نحاول نلم بها كل منهج التخطيط بإذن الله في الحلقات القادمة وحلقة اليوم فبالتالي مطلوب من حضراتكم إنه هنجيب وراء ألم هنستعرض بعض الأمور بعض التمارين المتعددة المختلفة اللي بيها إن شاء الله نطلع النهاردة نقول فعلا إحنا فعلا استفدنا من قناتنا المتميزة وقناتنا المتخصصة اللي بتعرض حقيقة المواد التعليمية لجميع المراحل الفنية بشكل جيد بنحاول بيها نسهل على أبنانا الطلبة والطالبات نوصل لهم المعلومة بشكل سلس وسهل وبسيط وهنتناول مع بعض النهاردة أول موضوعاتنا هو الأطوال والعرض موجود المسال لرقم واحد بيقول صداء طوله 200 متر يزيد طول الصداء عن الأماش الخام 10% ويزيد الأماش الخام عن الأماش المجهز 5% اوجد طول الأماش الخام والمجهز لو جبنا كده عزاء الطلبة والطالبات هنقول إن إحنا عندنا 3 أنواع من الأطوال أول حاجة عندي طول الصداء يبقى أول طول موجودة عندي هو طول الصداء وطول الصداء ده هو أطوال حاجة هو أكبر حاجة موجودة ناتج إن أنا سديت الخيط بتاعتي على مطوط الصداء وعلى الدوارة أنا لتمنع الدوارة على مطوط الصداء فبالتالي هو أكبر حاجة وبعد كده طول الصداء بيقل بيبقى طول خام طب الطول الخام دايما يقل عن طول الصداء ليه؟ نتيجة لتعاشق خيط اللحمة مع خيط الصداء فخيط اللحمة لما تعاشق مع خيط الصداء نتيجة لهذه التعاشقات قال للطول الخام بأن نتيجة للتعاشق ما بين الصداء واللحمة واللي بيها بيتم إنتاج القماش عندي القماش التالت أو الصنف النوع التالت من الطول وهو طول مجهز والطول المجهز هي الأخمشة اللي بيتم إنتاج على النول ثم تبقى أصبحت قماش خام أجهز عملها نوع من أنواع الطبيض الصباغة التجهيز الطباعة فبالتالي عندي ثلاث أطوال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن طول الصداء يقل عن الخام أو الخام يقل عن المجهز دائما الصداء هو أكبر من الخام والخام هو أكبر من المجهز وبالتالي العلاقات الموجودة ما بين الثلاثة دول من الدروس الجميلة والشيقة جدا أن أنا أقرأ المعادلة أو أقرأ الارتباط الموجود ما بين الخام والمجهز أو الصداء أو الخام كلما كانت العلاقة مربوطة وأنا فهمها كويس تبقى العبارة واضحة ممكن يقول لي يزيد يزيد طول الصداء يزيد طول الصداء عن الخام طيب أبناء الطلبة والطالبات تفري لو أنا قلت يقل طول الخام عن السداء هل فيه فرق في العبارة مع أن العبارة الصغرتها اختلفت إحنا قلنا يزيد مين طول السداء عن الخام اللي هو الأماش الخام طيب يقل طول الأماش الخام عن السداء يعني بأي حال من الأحوال الخام هو أقل من السداء والسداء بيزيد عن مين عن الخام طيب لو قلت يزيد يزيد طول الأماش الخام عن المجهز عن المجهز هي نفس العبارة لو قلت يقل المجهز عن الخام يبقى أي علاقة موجودة ما بين الاتنين أشوف أنا عارف في دماغي في مخيلتي عندي كم طول عندي ثلاثة السداء هو أكبر واحد إذا جيه السداء مع الخام يبقى السداء بيتحطي ترتيبه الأول لأنه هو الأكبر طب لو قل سداء ومجهز الأكبر هو السداء يتحطي الأول والمجهز يجي بعده لو قل خام مع مجهز يعني يزيد الخام عن المجهز أو يقل المجهز عن الخام يبقى الكبير يتحطي الأول يبقى أي علاقة تربط ما بين اتنين تفرق في الصيغة اللي أنا هقرأها أمام حضراتكم يزيد طول السداء عن الخام هي نفس الصيغة بنفس الشكل ولكن اختلفت المقولة واختلف الكلام لكن الكبير هو السداء يقل طول الخام عن السداء يبقى السداء هو أكبر والخام هو أقل طب يزيد طول الخام عن المجهز هي هي يقل المجهز عن الخام نشوف مع بعض العبارة الموجودة أمام حضرتكم على الشاشة بيقول صداء طوله 200 متر يزيد طول الصداء عن طول الأماش الخام يزيد طول الصداء عن طول الأماش الخام 10% ويزيد طول الأماش الخام عن طول الأماش المجهز 5% اوجد طول الأماش الخام والمجهز يبقى العبارة الموجودة على الشاشة بيقول أنا عندي الصداء طوله كام 200 متر طول الصداء 200 متر يزيد طول الصداء يزيد طول الصداء عن طول الأماش الخام 10% ويزيد طول الأماش الخام عن طول المجهز 5% اوجد طول الخام والمجهز يبقى هو الداني العبارة قال لي طول السداء السداء طوله 200 متر يزيد طول السداء عن الخام عشر في المية يبقى هكتب سداء وخام الكبير ياخد نسبة 100% طب جبنا المية في المية إزاي قال لي العلاقة ما بين السداء والخام عشر في المية العشر في المية هي كلمة المية في المية الموجودة أمام حضراتكم وهو مدهاني فبالتالي أنا بخصم العشر في المية من نسبة المية في المية فلو طول السداء 100 أخصم العشر يبقى الخام طوله 90 أو النسبة بتاعه 90 يبقى لو السداء 100% يبقى الخام 90 طب طول السداء كام؟ طول السداء 200 متر يبقى طول الخام كام سين؟ أضرب طرفين في وسطين يبقى العلاقة تاني كده سداء يزيد عن الأماش الخام عشر في المية حطيت المية في المية لنسبة السداء خصمت عشر في المية من السداء طلعي 90 حطيت طول السداء اللي هو 200 فبالتالي الخام الطول الموجود عندي يساوي 200 في 90 عالمية يبقى يديني الطول عندي 180 متر يبقى دي العلاقة اللي تجمع ما بين طول السداء وطول الأماش الخام العلاقة التانية موجودة بيقول فيها طول الأماش الخام يزيد عن المجهز 5% طول الأماش الخام يزيد عن المجهز 5% يبقى العلاقة ما بين الأماش الخام وما بين الأماش المجهز لنما دي السداء المجهز الخام عندي نسبة المية في المية العلاقة ما بينهم الخام بيزيد عن المجهز أو المجهز يقل عن الخام كلاهما العبارة واحدة بتقل لي 5% يبقى بالتالي هقص من المية 5 يبقى أنا عندي المجهز 95 طول الخام احنا مطلعينه أبناء الطلبة والطالبات كام 180 متر أحطها تحت الطول الخام فبالتالي المجهز تحته سين أضرب طرفين في وسطين يبقى الطول المجهز الطول المجهز عنده يساوي 180 في 95 على 100 أتطلع تقريبا 171 متر يبقى بالتالي النسبة ما بين الخام والمجهز 5% وقلنا العلاقة الأولى كانت ما بين السداء والخام بنسبة 10% يبقى العبارة أبناء الطلبة والطالبات بالسهولة بتاعتها وعشان يبقى الأمور بتاعتنا واضحة وسهلة نقولها كمان مرة كده عندنا أطوال 3 أطوال عند سداء خام مجهز أي نسبة ما بين السداء والخام السداء هو الأكبر أي نسبة ما بين الخام والمجهز الخام هو الأكبر يبقى بالتالي المجهز أصغر من الخام والخام أصغر من السداء العبارة بالجيلة بالشكلين الموجودين أمام حضراتكم يزيد طول السداع عن الخام أو يقلة الأماشة الخام هارى الكلام ده في العبارة الموجودة أمامي وبالتالي أقدر أحل بيها المسألة وبالتالي المسألة الأولى طلعنا طول الأماشة الخام وطول الأماشة المجهز نشوف المثال اللي بعده اللي أمام حضرتكم على الشاشة موجود أماشة خام عرضه 120 سنتي وماشة خام عرضه 120 سنتي ونسبة عرض السداع إلى الخام إلى المجهز كنسبة 7 إلى 6 إلى 5 اوجد عرض السداع والمجهز هنا العلاقة أبناء الطلبة والطالبات الدهاني بشكل أسهل وبشكل أبسط للداني أطوال أو الداني عروض وحط بالنسبة له نسب طب النسبة عندي هو من الدهاني كده زي ما احنا شافين على الشاشة سدا اللي الدهاني أنا كتبتها بالظبط إلى خام إلى مجهز كتبت الأطوال بتاعتي أمام حضرتكم أو العروض أمام حضرتكم كسدا إلى خام إلى مجهز النسبة بتاعتي كم؟ 7 إلى 6 إلى 5 موضوع غاية في السهولة وغاية في البساطة وأفهم بس السؤال فبالتالي يبقى الدنيا بالنسبة لإن شاء الله تبقى سهلة وبسيطة طب هو مديني عرض مين؟ عرض الخام أحط الخام عرض اللي عندي اللي هو 120 سنتي فبالتالي عرض السدى موجود تحته سين وعرض المجهز سين طب المعادلة الرياضية الموجودة أمام حضرتكم دلوقتي أنا عندي اتنين سين موجودين تحت الخام وتحت السداء وتحت المجهز لأ أجي تحت المجهز واشيل نسبة من النسب يعني أعتبر النسبة دي مش موجودة واضرب العلاقة الأولى طرفين في وسطين يبقى أكن المجهز ده مش موجود خالص واشتغل بالعلاقة الأولى يبقى أنا أطلع منها السداء يبقى السدى عندي العلاقة بتاعته بتساوي أي حاجة بتضرب في السين تنزل في المقام يبقى 7 في 120 على 6 يدين العرض بالسنتي طب ولو طلعت المجهز أبناء الطلبة والطالبات هنقول فيها إيه هنقول تاني ناخد العلاقة دي مع بعضها واللي يدير في السين دايما ينزل في المقام يبقى المجهز يساوي 120 في 5 على 6 هيدين العرض بتاعي بالسنتي وبالتالي أنا حطيت النسبة هنا موجودة هو الدهاني ما خصمت زي المثال السابق ولذلك هما دول الفكرتين في أطوال أو في عروض نفس النمط ونفس المسألة بدون تفكير العلاقة هو كاتبها في المسألة فالدنيا سهلة جدا 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 محتاج بس أقرأ الربط رابط بين مين وبين مين سدى وخام تمام الكبير هو السدى والصغير هو الخام رابط ما بين خام ومجهز الكبير هو الخام الأصغر هو المجهز طب رابط ما بين سدى ومجهز علاقة أني قلني السدى يزيد عن الخام أو الخام يقل عن السدى هي نفس العبارة أبناء طلب الطالبات لو عندي أخ أكبر وأخ أصغر حضرتك بقول إن حضرتك أكبر من أخوك هل العبارة تفرق لو أنا قلت أخوك أصغر من حضرتك أو أخوك أصغر منك أنت أكبر من أخوك أو أخوك أصغر منك فكلاهما واحد أنت الأكبر وهو الأصغر الصيغة والعبارة اختلفت إلا أنها في النهاية يدتني مدلول واحد ودلتني على سكة واحدة يبقى محتاج أن أنا أربط العلاقة الموجودة ما بين مين وما بين مين أحسب الناتج بتاعي وبالتالي أطلع المطلوب سواء كان سدى أو خام أو مجهز وده درسي من دروسي السهلة البسطة جدا اللي ممكن يكون متداخل في دروس كتير جدا زي الأوزان ونشوفها مع بعض إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله محتاج بس إن أنا أقرأ المثال جيدا وبالتالي أقدر أحل إن شاء الله كويس نشوف الجزء المثالي اللي بعده منتكلم عن أوزان السداء وزن السداء الموجود المثال أمام حضراتكم بيقول سداء يعد 20 فتلة في الصنطي يبقى أنا معطياتي إن أنا عندي الصنطي الواحد فيه 20 فتلة الصنطي الواحد فيه 20 فتلة وعرض السداء 90 سنطي عرض السداء 90 سنطي نكتب بالورقة والألم مع بعض عشان وإحنا بنحل نبقى عارفين النواتج اللي إحنا بنكتبها الرقم A في A بيدينا إيه والترتيب مهم لأن تنظيم المسألة من الخطوات الأساسية والرقسية اللي بتسبب النجاح لإن أنا أحصل على درجات أعلى فبالتالي مهم جدا إن أنا أقدت بخطواتي يبقى السداء يعد 20 فتلة في الصنطي عرضه 90 سنطي طوله 12 متر من قطن نمري التلاتين يضاف نسبة استهلاك 2% من وزنه يوجد وزن السداء بالرطل يبقى المطلوب عندي هو إيجاد وزن السداء بالرطل نشوف كده مع بعض أبناء الطلبة والطالبات هنقول وزن السداء بالرطل نحاول إن شاء الله نبسط الدنيا ونساهلها ونحاول نحط الأرقام بتاعتنا بشكل واضح عشان نعرف إحنا عندنا مسائلنا بتدي إيه ناتج إيه في إيه ديناء إيه عندنا كان فتلة في الصنطي 20 يبقى كل صنطي واحد فيه 20 فتلة العرض بتاعي 90 طب أنا بعرف العرض ليه قال لي لأن فتل الصنطي الواحد لما بضربها في العرض الخطوة دي اسمها عدد فتل الصداء جميعه يبقى مهم جدا أبناء الطلبة والطالبات إن أنا أكون عارف إن فتل الصنطي في العرض بيديني عدد فتل الصداء جميعه هل ممكن أبدل لأي الأصغر هو فتل وحدة الصنطي في العرض بالصنطي يعني ممكن يتقلي فتل الواحدة في العرض بنفس الوحدة هي هي لما أقول فتل الصنطي عند العرض بالصنطي هيديني عدد فتل الصداء جميعه طب الطول بتاعي كم؟ قال لي الطول بتاعي 12 متر الطول عندي كم متر؟ 12 متر طب لما اضرب فتل الصداء جميعه في الطول يديني الخطوة دي ايه؟ قال لي يديني طول الصداء كفت لأواحدة بالمتر طب أنا عرفت إزاي؟ أبناء الطلبة لو أنا قلت إن أنا عندي مثلا كده عندي خيط 2, 3, 4 خيوط على سبيل المثال الأربع خيوط الموجودين أمام حضراتكم دول عددهم أربعة وطول كل واحد فيهم خمسة متر لو أنا عاوز أعرف طولهم كلهم كفت لأواحدة أعمل إيه؟ قال لي أنا هاعتبر إن الأربعة في الخمسة يعني أكيد أن أنا لو لحمت دول كده مع بعض كفت لأواحدة هاول أربعة في خمسة بعشرين هيديني طولهم كله بالمتر يعني جبت عددهم في طول الفتلة الواحدة كام؟ فبالتالي لما بضرب عدد فتل في الطول يديني طول الصداء كفت لأواحدة بالمتر هنا نقف أبناء الطلبة والطالبات على جزء مهم جدا بعض أبناء الطلبة اسمحهم يقولوا نضرب 35 على 32 طب ليه نضرب 35؟ قال النمرة قبل ما حطي 35 لو مديني النمرة هنا بالتكس وده نتناولها مع بعض النهاردة مش أحول الطول بتاعي لكن النمرة عندي هنا كام 30 أطن النمرة 30 أطن 30 في 840 اللي اسمها عدد يرضات الرطل ما ينفعش أقسم متر على عدد يرضات الرطل لازم يكون الطول باليرضة على الطول باليرضة عشان يديني وزن بالرطل فبالتالي بحول الطول باليرضة ده بضرب في 35 على ال32 فبالتالي حولت من متر إلى يرضة يبقى يديني طول السداء كفتلة واحدة باليرضة على عدد يرضات الرطل يطلع الوزن عندي بالرطل الإنجليز الواحد يبقى تاني كده أعزائي الطلبة والطالبات أول حاجة أقولناها عدد فتل الواحد سنتي ضربت في مين؟ في عرض السداء في الطول طب لما أضرب في عرض السداء وأنا بحل أي مثال أقول بكلم نفسي وأقول لأن فتل السنتي دي لما تضرب في العرض يديني عدد فتل السداء جميعه لما أضربها في الطول بالمتر يديني طول السداء كفتلة واحدة بالمتر ما أضربش في 35 إلا إذا كان الترقيم عندي ترقيم إنجليزي إذا كان الترقيم ترقيم إنجليزي يبقى بحول من متر إلى يرض طب لو الطول ده بقى باليرضة تمام أنا سامع يبقى ما فيش كام 35 على 32 يبقى يتم تحويل 35 على 32 في حالة إن يسبقها إن الطول بالمتر وبأسم على عدد يرضات الرطل اللي هو إن نمر فطول الشلة يبقى أنا أطلع من ده كل المحاصلة دي بأربع كلمات لو أنا فهمتهم كويس جدا أقول إن الدنيا كويسة وهما إيه إن أنا عندي فتل فعرض فطول على نمر فتل فعرض فطول على نمر الأربع كلمات دول يحلوا لغز أي مسألة بس هل الفتل دايما بتيجي بشكل كده يعني مباشر لا ممكن يديني أبواب وهنا تناولها دلوقتي ممكن يديني عدادة بالصمت وأنا تناولها دلوقتي لكن أساسا بنبدأ الشغل بمين بأول حاجة فتل الواحد صمت بأول حاجة بدور عليها أو ببص عليها هي فتل الصمت الواحد هل هي موجودة ولا مش موجودة مش موجودة بجيبها طب بحط بعدها مين العرض ولا الطول لا الطول العرض الأول لو حطت الطول يبقى أنا بجيب طول 20 فتلة في الصمت لا انا عاوز فترة السيدة كلها عشان لما بعد كده اعرف طولهم احدد اطلع الوزن عشان القانون بتاع سنقوله لو نفتكر عليها في وزن بيقول الطول باليرضة او الطول الكل باليرضة على عدد يرضات الرطل يبقى بالنسبة لأعزاء الطلبة كل الكلام اللي احنا حاطينه اهما حضرتكم دول هما الكلمتين دول الطول باليرضة على عدد يرضات الرطل طلب طول باليرضة جبني ايه ان انا ضربتي النمرى ضربت عدد فترة واحد سنتي ا 경찰 فترة واحد سنتي في العرض بي الزنتي يبقى عدد فترة الوحدة في العرض بنفس الوحدة يديني عدد فترة السيدة الجميعه ضربت في الطول يديني طول السداء كفتلة واحدة بالمتر في 35 على 32 يديني طول السداء كفتلة واحدة باليرضة أسمت على عدد يرضات الرطل هي النمرة في طول الشلة فبالتالي يطلع الوزن عندي بالرطل الإنجليزي نشوف مع بعض المثال اللي بعده مطلوب إيجاد وزن السداء إذا علم أن عرض السداء 100 سنطي وطوله 20 يرضة بنكتب مع بعض المثال وطوله 20 يرضة يبقى تاني كده مطلوب إيجاد وزن السداء إذا علم أن عرض السداء 100 سنطي وطوله 20 يرضة تمام من حرير صناع نمرة 60 تيكس ده الطول هنا باليرضة والنمرة تيكس ده موضوع تاني خالص مختلف مطرح بحساب 2 فتلة في الباب إيه ده مش موجود فتلة واحد سنطي نعم هنشوف هنجيبها وهنجيبها ازاي طب عدد المشت كام 10 سنطي يضع في استهلاك 3% اوجد وزن السداء بالكيلو جرام هنتكلم مع بعض كده في المثال ونحاول نوضح كل نقطة عشان عندنا تحولين هنا نفهمهم قبل ما نحل هو عاوز وزن السداء وزن السداء بالكيلو وزن السداء بالكيلو جرام يبقى عشان اطلع وزن السداء بالكيلو جرام اول حاجة احنا اتفقنا على عندنا اربع مقولات اول حاجة وهي فتر الواحد سنطي العدة عندي 10 سنطي معنى كلمة 10 سنطي يعني ما عنديش ابواب فبالتالي لازم استخدم العدة السبتة العدة السبتة لها كام 100 اسمه على عدة المشت الخطوة دي اسمها عدد ابواب الواحد سنطي يبقى ابواب الواحد سنطي اسمنا مين؟ تمام مظبوط العدة السبتة اللي هي 100 على عدة المشت الخطوة دي يديني ايه؟ عدد أبواب تمام 1 سنتي تطرحنا كام؟ 2 يبقى الخطوة دي اللي هي عدد فتل 1 سنتي يبقى الأولى عدد أبواب 1 سنتي ضربت في التطريح الداني عدد فتل 1 سنتي يعني معنى كده أن فتل السنتي ممكن ما يدهنيش وأنا أجبها فبالتالي لازم أكون قارئ جيد للمثال العدد بالسنتي أقل بالباب طب لو هم يدهني 10 باب هل هستخدم العدة السبتة؟ أيوة مظبوط تمام صح كده لا مش هستخدم العدة السبت يبقى إمتى هستخدم العدة السبتة؟ إذا كانت عدة المشت بالسنتي يبقى 100 على 10 يديني عدة المشت بالسنتي 110 يديني عدد أبواب الواحد سنتي التطريح 2 يديني عدد فتل 1 سنتي احنا قلنا فتل فعرض يبقى العرض عندي كام؟ 100 سنتي يبقى كده هيديني عدد فتل السداء جميعه عدد فتل السداء جميعه الطول عندي 20 يرضى طيب لما جي عنده الطول هيديني طول السداء بتاعي كله ده كافت لها واحدة بس باليرضى الطول كله باليرضى ده أنا النمرة عندي 60 تيكس ده التيكس طوله ألف وبقسم على 60 اللي هي النمرة مقام المقام بسط اللي هما 60 جرام طيب دي طول باليرضى والألف دي ألف متر طب ينفع أسيب يرضى على متر؟ قال لي لأ نحول اليرضى نضربها في 32 على 35 يبقى هنا كده في علامة فيه وهنا كده في علامة فيه يبقى أنا حولت من يرضى لإيه لمتر المثال السابق كان الطول بالمتر وأنا عاوزه باليرضى فضربت في 35 على 32 المثال الموجود عند حضراتكم دلوقت الطول عندي بالإيه؟ باليرضى طيب ودي اسمها أمطار الجرام 60 تيكس معناها 60 جرام طولهم ألف متر دي عدد الجرامات كده يطلع الوزن بتاعي بالجرام هو عاوزين الوزن بإيه أبناء الطلب والطالبات؟ بالكيلو جرام طب كل كيلو جرام في ألف يبقى بأسم على ألف يبقى لغاية الخطوة دي كده يطلع الوزن بالجرام لما أحط الألف يطلع الوزن كيلو جرام طب إحنا عندنا نسبة استهلاك كم في المية؟ 3% يعني في 103 على 100 إضافة نسبة استهلاك يعني إيه أعزائي الطلبة إضافة نسبة استهلاك؟ وإحنا شغالين على النول طبعا من الصعب جدا أن أنا أثناء الشغل أن الفتل ما تقطعش فبالتالي بنسد الفتل بتاعتنا على النول وبعد ما بنسد الفتل على النول بنجيب بقرتين أو ثلاث بقرات زيادة عشان الفتلة يتقطع أجيب فتلة من البقرة المعلقة على النول وأوصلها عشان أوصل الفتلة بتاعتك البقر الموجودة على النول ده هو الإضافة للوزن يعني أنا بعد ما وزنت الوزن عندي رحت الأستاذ المخازن المسؤول عن الخامات وقلت له أنا عاوز والله أعمل سداء وروحت أعمل له المؤيسة وقلت له أنا عاوز 3 رطل 4 رطل 5 كيلو 6 كيلو حسب الوزن اللي لم حدده خط كذا لنمرت كذا حددت كل المؤيسات بعد ما وزن وأقول له ممكن أقول له بعد ما يوزن وممكن أقول له أضيفت عليه نسبة استهلاك 3% يبقى 3% دي هي إضافة للوزن الأصلي بيتم إضافتها بعد الوزن نظراً لقطوع السداء أو تقطع حدود السداء أثناء العمل فيتم وصلها ويتم استمرار العمل نشوف مع بعض المثال ما أنا أم حضراتكم تاني كده يبقى العدة السبتة استخدمناها وهي العدة السبتة 100 استخدمناها أسمنا على عدة المش اللي هي 10 سنتي يديني عدد أبواب الواحد سنتي ضربت في التطريح اللي هو 2 يديني عدد فتل الواحد سنتي العرض عندي 100 سنتي هيديني عدد فتل السداء جميعه عدد فتل السداء جميعه الطول عندي 20 يارضة هيديني طول السداء كفتلة واحدة باليارضة ضربت في 32 على 35 عشان الطول عندي هنا النمرة بالتكس والتكس ده نظام فرنسي طوله متر ما ينفعش أسم طول باليارضة على طول بالمتر فضربت في 32 على 35 حولت من يارضة إلى متر وأسمت على الستين مقام المقام بسط 63 دي اسمها أمطار الجرام كده الوزن يطلع بالجرام أنا عايزه بالكيلو جرام فأسمت على ألف جبت الألف دي منين كل واحد كيلو في ألف جرام وأضافت النسبة للإستهلاك عندي 3 أصبح عندي استهلاك إضافة 3% إلى الوزن الموجود عندي نشوف مع بعض أبناء الطلبة والطالبات المثال اللي بعده سداء يعد 72 فتلة في البوصة طول السداء 14 متر وعرضه 70 سنطي مصنوع من فيسكوز نمريتو 120 دنيا يضاف استهلاك الإخامات 2% أوجد وزن السداء بالكيلو جرام تاني كده طب أنا مدينيها مش فتل سنطي طب فتل البوصة دي عبارة عن إيه هي فتل وحدة ما حنا عندنا الوحدة دي يأما وحدة سنطي يأما وحدة بالبوصة يأما العرض بالسنطي يأما العرض بالبوصة والطول يأما بالمتر يأما باليرضة يبقى أنا عندي هنا هو مصنوع الوزن بالكيلو جرام يبقى نقول تاني فتل البوصة كام 72 مصبوط العرض بالبوصة كام 70 يبقى أنا هضرب فتل البوصة في العرض بالبوصة يهو ده اللي بنوع ليه بقى فتل الوحدة في العرض بنفس الوحدة فيه الطول بتاعي هيبقى هو عايز الوزن بالكيلو هقول له وزن السداء السداء بالكيلو جرام بالكيلو جرام يساوي اول حاجة عندي اندور على فتل الوحدة انتفقنا احنا عندنا كم فتلة في الوحدة 72 فتلة في البوصة الوحدة العرض كله عندي كان بوصة 70 بوصة العرض كله 70 بوصة يبقى فتل البوصة في العرض بالبوصة هيديني برضك فتل السداء جميعه يبقى انا ضربت فتل وحدة في العرض بنفس الوحدة يبقى بالتالي يا فتل سانتي بالعرض بالسانتي يا فتل بوصة بالعرض بالبوصة يبقى انا عندي الوحدة بتتغير او المساب بتغير لكن استوىت موجودة فتل وحدة في العرض في الطول على النمرة طب الطول عندي كم متر الطول عندي 14 متر 14 متر تمام يبقى فتاة البوصة في العرض بالبوصة يديني عدد فتاة للصداء جميع في الطول هيديني طول الصداء كفتلة واحدة بالمتر في الطول هيديني طول الصداء كفتلة واحدة بالمتر طب الدين يرى عندي طوله كام طوله 9000 متر ونمرته 120 يعني هو وزنه 120 جرام المية وعشرين أساسها يا ابناء الطلبة دي 120 الخطوة دي اسمها عدد أمطار الجرام مقام المقام بيطلع بسط يبقى كل الترقيم الفرنسي للنمرة تبقى في البسط والطول السابت للتيكس والدنيا ليبقى في المقام يبقى مقام المقام ده بسط كده يبقى نتاني كده فتاة للوحدة في العرض بالوحدة يعني فتاة البوصة في العرض بالبوصة دي فتاة للصداء جميع طول السلاكة فتلاة واحدة بالمتر مفيش لا 32 ولا في 35 لأننا عندي هي متر والتيكس ده طوله 9000 متر بقت متر على متر كده يطلع الوزن بالجرام والمسألة خلصت لا ده هو عاوزه بالكيلو جرام يبقى هقسم على كام تاني كده على 1000 لأن الكيلو في كم جرام 1000 جرام يبقى كده يطلع الوزن بالكيلو جرام هضيه في نسبة استهلاك كم عندي 2% يبقى في نسبة الاستهلاك 102 على 100 يطلع الوزن بالكيلو جرام مع اضافة نسبة الاستهلاك لو بصنا ابناء الطلبة والطالبات على المثال التالي الموجود امام حضراتكم وبكده بنحاول ان احنا نجيب اسئلة متنوعة متعددة مختلفة افقارها كتيرة عشان نبقى نقول لابناء الطلبة والطالبات دايما نحاول نقرأ كويس الفكرة سهلة وبسيطة مطلوب مننا بس ان احنا نركز في قراءة السؤال جيدا صداء يزم ده مديني وزن يعني الوزن بقى موجود يبقى اكيد اعوز حاجة تانية تمام الداني الوزن 8 رطل وعلامة عشرية 736 من الف رطل يعني 8 رطل والوزن موجود ابتدأ افقر طب ده مديني وزن بقى اكيد هيشيل حاجة طب مطرح بحساب كم فتلة 3 فتلة في الباب تمام يبقى انا عندي ابواب طب هنشوف العدة المكتوب عندي عد ابواب السنتي كم باب 12 باب هنا 12 باب في السنتي يبقى وانا بقرأ المسألة مش هستخدم العدة السبتة عشان الابواب عندي كم باب 12 باب لا تستخدم العدة السبتة الا زكاة عدة المشت بالسنتي تمام طول السداء كام 24 متر من كتان نمرد 30 يضاف استهلاق 4% اوجد المطلوب ايجاد او اوجد عرض السداء بالسنتي يعني بالتالي انا عشان اطلع عرض السداء لازم اكون عارف التركيبة بتاعة المسألة كاوزان اللي هم كم كلمة اربع كلمات فتل فعرض فطول عن نمرد او على عاد اليردات يبقى تاني كده فتل فعرض فطول على النمرد بنغير وبنحاول من متر اليرد او من يرد المتر او من جرام لكيلة او من كيلو لجرام او من جرام لرطل او من رطل لجرام حسب متطلبات المسألة يبقى المسألة بتاعتي الخطوة الاسية بتاعتي هم الاربع كلمات لغز حل اي مسألة موجودة عندي طب نشوف المسأل كده تاني كده يبقى مديني الوزن موجود مديني التطريح مديني عاد الابواب وشال عند العرض طب ما تيجي نركب المسألة اكن العرض موجود يبقى حل المسألة ان انا اركب مسألتي كما وكأن العرض موجود عندي هنقول لو احنا عندنا وزن السداء زي ما موجودة قدام حضراتكم كده وزن السداء فتل السمت كام عشان عايزيني نطلحها اللي هي فتل الوحدة عندي انا عندي الكام باب اتناشر باب في السمت يبقى اول حاجة كام اتناشر باب في السمت تطريحي كام تلاتة كده هيديني عدد فتل الواحد سمت طيب لما يكون فتل الواحد سمت موجودة انا محتاج اضراف العرض عشان اجيب فتل السداء جميع ده فتل السداء جميعه مش موجودة لان العرض مش موجود فمش هتطلع يبقى انا حطيت بدل العرض كام سين وكأنه موجود وكأن العرض موجود بالزبط طب طول السداء عندي كام قال لي طول السداء 24 متر ابص على النمرة النمرة 30 كتان يبقى في 35 على 32 حولت من متر اليرضى عشان النمرة 30 كتان الكتان يمريته 30 يبقى طول شلته 300 يبقى طول شلت الكتان كام 300 يبقى انا اكني ركبت الكسر زي ما هو موجود في المثال ابواب الصنط ده ب12 باب ده انا ما استخدمش العدى السابت اه عشان هي 12 باب ضربت في التطريح ده انا فتل الصنطي العرض عندي مجهول العرض مجهول كتبت بدل العرض كام سين اكني السين دية هي العرض الموجود ضربت في الطول هيديني طول السداء كفتلة واحدة بالمتر بعد كده في 35 على 32 هيبقى طول السداء كفتلة واحدة باليرضة ليه عشان عندي الترقيم انجليزي النمرة 30 طول الشلت 300 هيديني عدد يرضات الرط فبالتالي يبقى انا حولت من متر اليرضة في 35 على 32 عند استهلاق 4% في 4 يبقى 104 على 100 كل الكلام ده بيساوي عندي الوزن اللي هو مدهون الوزن عندي كام الوزن موجود عندي تمانية رطلة تمانية رطلة وعلامة 736 ده الوزن باعتبر ان ده مقامه واحد واضرب طرفين في وسطين اي مجهول موجود عندي اعزائي وابنائي طلبة طلبات ينزل مقام اي مجهول ينزل مقام ليه انا عندي التمانية رطلة اللي هو الوزن ده مضروبة في المقام طيب والسين كلها موجودة في الباص يبقى ينزل الباص كله يبقى هنا هقول العرض بالسانتي يساوي ناخد شرط الكسر ونحط الترتيب بتاعنا عندي كام العدد في المقام اتنين وتلاتين في تلاتين في تلتمية في مية في الوزن تمانية علامة سبعة ستة تلاتة رطلة كل الطرف ده بقى طرف واحد كله بقى في البصد طب ليه كله بقى في البصد لان فيه مفيش فيه مجهول يبقى المعادلة كلها هي طرفين بصد ومقام طب في المقام عندي كام اتناشر تطريح تلاتة السين خراس خرجت برة لان العرض بالسانتي هو السين فيه اربعة وعشرين فيه خمسة وتلاتين اجه سبعة الآلة تطلع تمانين سانتي يبقى العرض بالسانتي يساوي نقول تاني كده كمان مرة اعزائي الطلاب والطالبات كبنا ابواب السانتي اللي هي كان باب اتناشر باب بربط في التطريح اللي هو كام تلاتة تلاتة بربطها في الابواب تدينا عدد فتل الواحد سانتي العرض موجود عشان يديني عدد فتل السدى جميعه اللي ان العرض مش موجود فديت حطيت بداء لسين وضربت في الطول اكنه موجود بالزبط واكنني طلعت عدد فتل السدى جميعه ضربت في الطول اللي هو اربعة وعشرين متر ديني طول السدى كفتلة واحدة بالمتر ضربت في خمسة وتلاتين على تلاتين وتلاتين اللي حكمني بالتغيير هو ان النمرى عندي تركيم انجليزي تلاتين كتان اللي هي عدد يرضات الرطل فبالتالي ضربت في 35 على 32 عشان أحول من متر اليرضى أضفت نسبة استهلاق 4 بقت 104 على 100 الكلام ده كله بيساوي 736 من ألف رطل يعني 8 رطل ضربت رفين في وسطين المجهول ينزل ومن معه في المقام وبالتالي كل المقام بالوزن طلع في البص يبقى 32 في 30 في 300 في 100 بتاعت الاستهلاق في الوزن بالرطل اللي هو مدهوني اسمت على اتناشر على تلاتة على اربعة وعشرين على خمسة وتلاتين لان حاجة اي حاجة في المقام اسمها على لو استخدمت الى الحزبة عملت شرط بسط بسط ومقام ممكن اقول احط البسط واعمل علامات فيه لو استخدمت الى الحزبة ممكن اقول اتنين وتلاتين في تلاتين في تلاتين في تلتمية في مية في تمانية سبا مية ستاة وتلاتين في على اتناشر على تلاتة على اربعة وعشرين على خمسة تاتين لو مش عامل بسط ومقام على الحزبة يطلع العرض عندي تمانين سنتي وبالتالي كل انا عملته عوضت في المسألة وحطيت لكل حاجة رقمها نشوف المثال مع بعض ابناء الطلبة والطالبات فكرة تانية مختلفة زي ما وجوده قدام حضراتكم على الشاشة صداء مطرح بحساب اتنين فتلة في الباب عدة المشت اتناشر ونص سنتي طول الصداء تمانتاشر يرضى عرضو مية وعشرين سنطة من قطن عدد يرضات الرطل منه 16800 عدد يرضات الرطل منه انا بفكر انا بقرأ المسال يعني يا يرضات الرطل منه يعني ضرب النمر فطول الشلة تمام اوجد وزن السدب الايه بالرتل يبقى مديني ابواب لا مش مديني ابواب ده مديني عد يبدع انا استخدم العدس السبتة اللي هي مية عشان انا عندي اثناشر ونص سنتي معناها ايه? اني مية باب تقع في اتناشر ونص سنتي. تطريحي كام? اتنين فتلة في الباب. طول السداء مدوني باليرضة. ابص على عرض اليرضات. مطلوب مني وزن مين? السداء. يبقى هقول كده عند حضراتكم. وزن السداء. هو عايزه بالرطل. تمام. هل مديني في المسألة اللي قدام حضراتكم استهلاك? مدنيش خلاص مش هحطها. مدن مدنيش استهلاك يبقى مش موجود مش هحط. مدني الاستهلاك خضيفه. يبقى اول حاجة هنقول وزن السداء. نشوف تاني كده. فتل فعرض في طوله عن نمرة. يبقى هم الاربع كلمات. طب الفتل مش موجودان اللي هجيبها. طب العدة السبتة كامية. طب انا استخدمت العدة السبتة ليه? لان عدة المشت اتناشر ونص سنتي. اتناشر ونص سنتي. ممكن اتناشر ونص سنتي دي عزق الطلبة ممكن تيجي بشكل ايه? اتناشر كده ونص سنتي. ممكن تيجي بشكل تاني. ستة وربع سنتي. ممكن تيجي بشكل تالت. تمانية وتلت سنتي. هي دي كل الاشكال. هي دي كل الاشكال. طب لو انا مديني الكسر كده على طول سهل. تمام مصبوط. طب لو مديني بس ومقامه ومديني النص كده بقول ايه? اتنين في اتناشر باربعة وعشرين. واحد خمسة وعشرين. يبقى دي رفع كسرية كام? خمسة وعشرين على الاتنين. طيب اربعة في ستة باربعة وعشرين واحد خمسة وعشرين. يما ارفع كسر دي يبقى خمسة وعشرين على اربعة. طب لما ارفع كسر دي يبقى تلاتة في تمانية باربعة وعشرين واحد خمسة وعشرين. يبقى خمسة وعشرين على التلاتة. لو بصينا هللاقيها الكسر كله بصت وكله خمسة وعشرين. لاني مضروب اتنين في اتناشر باربعة وعشرين واحد خمسة وعشرين. اربعة في ستة باربعة وعشرين واحد خمسة وعشرين. تلاتة في تمانية وعشرين واحد خمسة وعشرين. يبقى دي الاشكال المختلفة المتعددة. يتناشر ونص يتناشر ونص يستة وربع يتمانية وتل. وباي حال من الاحوال بستخدم العدد السبت اللي هي كام? مية. دي بقى العدد السبت اللي هي مية. معناها ان انا عندي مية باب تقع في اتناشر ونص سنتي. طب انا كده بالخطوة دي طلعت كده ايه ابناء الطلبة والطالبات? كده بس. الخطوة دي اسمها ايه? تمام كده? اه مظبوط عدد ابواب فعلا الواحد سنتي. طب لما طلعت ابواب السنتي اشوف تطريحي. تطريحي كام? قال لي اتنين فتلة في الباب. يبقى يديني كده? عدد فتل واحد سنتي. يبقى العدد السبتة. على عدة المشت يديني عدد ابواب الواحد سنتي. تطريحي اتنين يبقى عدد فتل الواحد سنتي. طب العرضي كام? في المسألة اللي فات كان مجول حطينا بداله سين. لكن العرضي في المسألة عندنا موجود قدامنا كام? مية وعشرين سنتي. يبقى المية وعشرين سنتي ديت هيديني عدد فتل السداء جميعه. عدد فتل السداء جميعه. يبقى ابواب السنتي. فتل الواحد سنتي. عدد فتل السداء جميعه. في الطول عندي كام? تمنتاشر يرضى. يبقى طول السداء ده باليرضى. اركز اوي في الطول ده. وابقى واضح في كلامه والفظ يبقى محددة عشان اشوف النمرة. عشان ما اطلاقه. طب الطول يرضى. طب مديني عدد ياردات الرطل من قطنة. عدد ياردات الرطل منه ستاشر الف وتمنمية. طب قطنة. يعني احطه لا احنا اتفقنا ان النمر افطول الشلة. اسمها عدد ياردات الرطل. لكن النمر عندكى عشرين ضربتها في تمنمية واربعين فاداني النتيج بتاعها ستاشر الف وتمنمية يارضة يبقى دي اسمها يارضة على يارضة بقيت عدد يارضات الرطل طب هو فيه حاجة تانية في المسال هتحل وطلع الوزن بالرطل طب يعني ممكن يبقى بسيط اه مفوش تحويل ممكن يبقى بسيط مفوش تحويل يبقى حسب مطلبات المسألة يبقى تاني كده العدد السابتة مية اسمناها على اتناشر ونص يدينا عدد ابواب الواحد سنتي تطريح كام اتنين يديني عدد فتاء للواحد سنتي ضربت في العرد يديني عدد فتاء للصداء يا جميع طب في الطول هيديني طول للصداء كفات للوحدة باليرضة طب انا عاوزه يارضة ولا بالمت ابص على النمرة على طول ابص عنه انتعرف لو هنا ما تديني تيكس كنت قلت في 2.325 او دنيار طب لو متدهان يارضة بقيت يارضة على يارضة طب لو متدهان ييمت اضربه في 3.5 différents يبقى ممكن يبقى لها شكل واتنين وثلاتة او يرضى هو النمرة هل هي تبع الترقيم الانجليزي ولا ترقيم الفرنسي بالتالي يطلع الوزن عندي بالرطل وكده تبقى المسألة خلصت وعرفت نوعية العدات المختلفة الموجودة امامي لو ادهاني طب لو ادهاني العدات 12 ونص او 6 وربعة وثمانية وثلث هقول 100 على 25 اذا كانت على الثلاثة يبقى الثلاثة مقام المقام بس اذا كانت على الاربعة يبقى الاربعة تطلع في البس ساكات على الاتنين تطلع اتنين في البس والخطوة كلها على بعضها دي ما انسهاش تاني اقول انها عدد ابواب الواحد سنتي عدد ابواب الواحد سنتي تعالوا بصوا مع حضراتكم كده على المسال الموجود على الشاشة صدق يعد 2000 وربعمية فتلة في السنتي ده مثال النمط اختلف والاشتوب اختلف تماما عن كل المثلات اه ما احنا اتفقنا ان هو فيه متغيرات لازم بتحصل في المسألة يبقى انا هقولها بناءنا على اننا حسب المواطن الموجود وبناءنا على الطلب هقرى المواطن اللي موجود عندي واشوف الطلب ايه سدق يعد 2400 فتلة في السنتي تمام عدد فتة للواحد سنتي 20 فتلة طب فتة للسنتي بقت موجود طب ومديني فتة للسدق طول السدق 30 يارضا طب الطول باليارض نمرت الخيط 50 اطن الخيط 50 اطن يبقى انا عاوز الطول باليارض ويبقى انا وانا بحل كده انا عارف انا بقول ايه وبطلع ايه لان انا بفكر جيدا في قراءة السؤال قبل الحل لان القراءة الجيدة في السؤال هي هكون الخطوة الاسية والرئيسية ان انا احل حلي يكون مزبوط يبقى السدق بيعدي كم فتلة 2400 فتلة عدد فتة للسنتي 20 فتلة طول السدق 30 يارضا نمرت الخيط 50 اطن المطلوب اول حاجة عرض السدق طب ده عرض السدق اه انجيبها ازاي طب ما انا عندي فتة للسدق هما كم فتلة 2400 طب لو اسمت فتة للسدق على فتة للسنتي هتجديني العرض نقول عبارة سهلة جدا عشان لو ابنانا طلبة طلبات لغبته لتحديد لتحديد لو هو عاوز يحدد اي عرض لتحديد اي لتحديد اي عرض او لتحديد عرض السدق نقسم على ايه نقسم على عدد فتل الواحد سنتي هو ده قانون لا مش قانون ده انا بقول ان السدق بتاعي كله 2400 فتلة كل سنتي واحد بس فيه 20 فتلة يبقى انا عندي لما يكون السنتي فيه 20 يبقى ال 2400 يعف كم سنتي يبقى بالتالي اعزائي الطلبة والطالبات كل اللي انا بستخدمه بستخدم فكري وقراءة الجيدة للسؤال يعني لما يكون عايز عرض السدق اقول له عرض السدق يساوي السدق كم فتلة 2400 فتلة على 20 اللي هو فتل السنتي يبقى عرض السدق كم سنتي 120 سنتي يبقى الخطوة الاول اللي طالبها في المثال عندي هو عايز عرض السدق عايز عرض السدق يبقى عرض السدق عملت ايه اسمت فتل السدق على فتل الواحد سنتي يطلع عرض السدق بالسنتي بانا عندي عرض السدق 120 طب ممكن ما كانش يطلب مني فتل السدق ويطلع الوزن او يديني العرض وطلع الفتل او اجيب الفتل وطلع العرض او يديني الفتل والعرض وطلع فتل السدق طب ما احنا كنا مطلعها في الخطوات السابقة لابل كده هو احنا بنقول حاجة عشان ممكن نلغبط نفسها ونطلغبط لا هي الخطوات سابتة فتل الصنط في العرض هيديني فتل مين الصداء فتل الصداء اتزامتها على فتل الصنط هيديني العرض طب لو عاوز فتل الصنط ايه اقسم فتل الصداء على العرض يديني فتل الواحد صنط طب المسال بقى المسال عاوز وزن الصداء اقول له وزن الصداء عندي حلين او شكلين او طريقتين احل بيوم فتل الصداء يا اما اقول له عشرين فتل الوحدة في العرض بنفس الوحدة الخطوة دي هتديني عدد فتل الصداء جميع عدد فتل الصداء جميع يبقى فتل الصداء جميع طب ما أنا ممكن أستخدمي 2400 ما الـ 2400 موجودة ممكن يبقى أنا أستبدل دول وستخدمهم بالـ 2400 لأنه هو كان من دهاني جهزة أو واضحة أو موجودة عندي فبالتالي لما جاب لي الـ 2400 لما جاب لي الـ 2400 أنا عرفت أن أنا عندي فتل الصداء الموجودة 2400 سمتها على فتل الصنطي فديني عرض الصداء إذا استخدمت فتل الصنطي في العرض هيديني فتل الصداء جميع وإذا استخدمت فتل الصنطي في العرض طب ما هو ميديني فتل الصداء ممكن أحطي 2400 يبقى الحل برضا بتاعي مظبوط طب الطول عندي كام لو الطول عندي موجود 12 أو 13 متر حسب ما هو موجود أمامي هنقول كام متر 14 أو 15 متر أو 16 متر فبالتالي هنقول إحنا بنضرب في الطول طب الطول لو باليرضة أو بالمتر حسب ما أنحدد لازم أبص لازم أبص على النمرى يبقى النمرى عندي هنا النمرى عدد يرضات الرطل لا النمرى عندي 50 قط يبقى عندي الطول 30 يرضة النمرى 50 طول الشلة 840 فبالتالي أعزائي طلبة وطلبات هطلع كده الوزن بالرطل طب لو طلب مني الوزن بالكيلو لو طلب مني الوزن بالكيلو فبالتالي هنقول إن شاء الله في الحلقات القادمة الوقت يجري معكم جدا وبسرعة أتمنى إن شاء الله أن يكون الحلقة فعلا استفدتوا بيها وضحنا وسهلنا الأمور إن شاء الله ألقاكم في حلقات قادمة وبكده نوصل لنهاية حلقتنا أترككم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة